كل سبت وحد متينة الويكاد من السبعة للعشر متع صباح على ايافين احلى غاديو السبعة و21 دقيقة على ايافين احلى غاديو ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله تكونوا بألف خير ان شاء الله يا رب ينهاركم مبروك السعيد هذه المتينة الويكاد معاكم من طوى حتى للعشر متع صباح ثلاثة سوية يعني عديوهم مع بعضنا ثلاثة سوية عنوانسوكم وتوانسونا فيهم بالفن بالموزيكا بالاخبار بالثقافة بالمتينو هذا اللي يستنى فيكم تيلة ثلاثة سوية عن بعد شوية للي نوي على تبحير اليوم نقولولكم اللي بعد شوية مع ثمانية وربعة كيف ناخده فكرة على احوال التقس مع سي عبد الرزاق الرحال من المعهد الوطني للرزد الجوي اما انفكركم اللي البرح قال لنا لليوم ان شاء الله البحر بيش يكون شديد الاثتراب طنب عطي اللي نزيد وناخده اكثر تفاصيل نونك سيسوا رواحكم وردوا بيلكم على رواحكم إذا كان ناوين على تبحيرة لليوم اليوم لحد ثمانتاش وتلفين واربع عشرين ان شاء الله يكون النهار مريح بالنسبة لكم ونهار يا ربي تعيشوا فيه الفرحة بأدق تفاصيلها معايا في استوديو امير الامرة في الاخراج سوفيان بلاكحال في الديجيتال وملاك في الاعداد وانا معاكم جيهين بالحاجة عمار كتامي كخو ان شاء الله نعديو مع بعضنا ثلاثة سوائع في الماتينالويكاند وقاية موزيكا طول نكتشفوش كون الفنان اللي بش نحكي وعليه اليوم ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي سبعة وسبع عشرين دقيقة على ايافام احلى غاديو كما قلنا نسمعه في الغنية متاع ماجد الرومي اليوم بش نحكيه على فراشة لبنان الفنانة ماجد الرومي اللي تولدت نهار 13 ديسمبر 1956 في بلدة كفرشيما في لبنان هي من عائلة فنية بحتة بوها هو الموسيقار والملاحن اللبناني حليم الرومي اللي كان وراه ظهور أسطورة الغناء اللبناني السيدة فيروز أمها هي ماري لطفي مصرية من مدينة بورسعيد ومن اللي كانت صغيرة ماجد الرومي تأثرت بكبار الفنانين والموسيقيين كما محمد عبد الوهاب أم كلثوم اسمهان وفيروز أول انتلاقة لها كانت من برنامج ستوديو الفن عام 1974 واللي كان يقدم وقتها تلفزيون لبنان وين غنات غنية يا تيور للفنانة الراحلة اسمهان على خاطرها أغنية كانت تتبين طبقات صوتها كل سبت وحد ماتين الويكاد من السبعة للعشرين تأصباح على إيافين أحلى غاديو السبعة واربعين دقيقة على إيافين أحلى غاديو أنتم تسمعوا فيلمتنا الويكاد هذه ساعتنا لولا ومواصلين فيها لحديث على فراشة لبنان الفنانة ماجد الرومي كما قلت لكم بوها هو الموسيقى الحليم الرومي اللي كان رافض من له الفكرة اللي بنته تدخل لعالم الفن والغناء وكان ديما يقولها العلم قبل الفن والجامعة قبل الأستوديو وحب الفكر قبل حب الظهور وبعد ما سمعها تغني في غنية يا طيور اللي هي للفنانة اسمه هان قبل أنها تغني لكن اشترت عليها تكمل تعليمها فاتحصلت وقتها على ما تخيص في الأدب العربي من الجامعة اللبنانية وفي 13 أبريل عام 1975 وقتها اندلعت الحرب في لبنان وصارت مجزرة في بلدة عين الرومانة اللي كانت تقريبا من بلدتها كفرشيما فخرجوا عائلتها من غاديكا وفي الوقت هذاكا سجلت ماجد الرومي غنيتها لولانية عم بحلمك يا حلم لبنان من كلمات سعيد عقل والحان الياس الرحباني مسيرة ماجد الرومي تنوعت بين أغاني حكيت فيهم على الحرية وأغاني حكيت فيهم على الحب والعشق والحب المستحيل والخيانة والخذلين المواضيع هذو ما الكل غنيتهم ماجد الرومي برقة وخفة وإحساس عالي وكلمات بسيطة تحمل معاني عميقة حتى ينلقبوها بفراشة لبنان وأكثر حاجة ميزتها وخلاتها تتحصل على لقب نجمة الوطن العربي هي أنها غنيت لمعظم البلدين العربية مثلا غنيت المصر غنيت سواعد بيليدي غنيت للأردن رايتك سياجك يا عمان غنيت للمغرب يا مغرب المجد غنيت للبحرين غنيت البحرين غنيت للكويت الكويت بلد السلام وغنيت طبعا لبلدها الأم لبنان العديد والعديد من الأغاني أبرزهم غنيت يا بيروت يا ستة الدنيا حتى لين وليت لغنية هذية بمثابة سلام جمهوري للبنان ودي ما كان أدائها للأغاني تجمع فيه بين الصوت الأوبيرالي والصوت الشرقي السبعة والتسعة واربعين دقيقة على إيافام أحلى غاديون ثم تسمع فيلماتينالويكاند هذه ساعتنا الأولى ونحكي فيها على الفنانة مجدا رومي فراشة لبنان اللي دخلت عالم التمثيل لأول مرة في فيلم عودة الإبن الظال الفيلم هذية اللي لقاه شهرة كبيرة على الأخر نس كل تفرجت فيها بخاتيك مانس يخطوه في وقتها مع المخرج يوسف شاهين اللي شارك الكتابة متاعه مع الكاتب صلاح جاهين الفيلم كان من بطولة سهير المرشدي شكري سرحان هدى سلطان وهشام سليم الفيلم يحتل المرتبة واحدة وخمسين في قائمة أفضل مئة فيلم في مئوية السينما المصرية حسب استفتاء النقاد كل سبت وحد ماتين الويكات من سبعة للعشر انتع صباح على إيافام أحلى غديو ثمانية وخمستاش ندقيقة على إيافام أحلى غديو أحوال التقس ديما لقيت هذية يكون معنا أسي عبد الرزاق الرحال من المعهد الوطني للرزد الجوي كان معنا البرح بالتليفون وقالنا اليوم التقس بش يكون درجات الحرارة فيه منخفضة والبحر بش يكون مضطرب بذك عليش نحبه نزيده نأكده معاه المعلومة لليوم شنية أحوال التقس يا عبد الرزاق سباح الخير أحوال خير أحوال خير أوفيا إيافام مرحبا بيك على إيافام نورتنا بركة الله فيك وفي الحقيقة نبدأ نشرتنا اليوم بمعناها وصف الحالة الجوية اللي شاهدتها بلادنا خاصة جهة القيروان زغوان ناب وأيضا حتى بجهة الساحل وكانت السحب الرعبية ذات فاعلية كانت مشتة وفي البداية هفت رياحة قوية ثم بعد ذلك أمصار أمصار كانت محلية غزيرة بجهات زغوان نابل وكذالة القيروان أكبر كمية سجنها هي بصواف من ولاية زغوان 67 مليمتر 30 مليمتر بيهرادو في حين بنابل وصف إلى 43 مليمتر بنابل المدينة 24 بدار شعبان وكذلك بالحمامات و16 مليمتر بجهار كما كانت الأمطار أيضا محليا هامة بالوسطية من ولاية فقاروان 28 مليمتر وستجن أيضا بعض الأمطار المتفرخة بجهة الساحل كانت ما بين 51 مليمتر وخمسة مليمتر بالنسبة إلى هذا اليوم كما كان متوقعا الرياح ستكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا إلى قوية بسواحل الشمالية وبالتالي البحر سيكون مضعب إلى شديد الاتراب بالسواحل الشمالية إلى غاية خليج الحمامات ستكون عامة قليلة وثم تتكتف بالمناطق الساحلية الشمالية مع سلايا رادية محلية مصحوة بأمطار متفرقة أقل بكثير من أمطار يوم أمس ودرجة حرارة في انخفاض مقارنة بيوم أمس خاصة بمناطق الشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات ببين 28 و 24 درجة وتكون أكثر شوية داخل بلاد ببين 36 و 40 درجة بالنسبة إلى يوم الغد إن شاء الله كتواصل العوامة الجوية ملائمة إن شاء الله لنزول بعض الأمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية ثم ستظهر خلايا رهبية بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط تشمل آخر النهار المناطق الشرقية ونتوقعوا بش الأمطار هذه تكون محليا ومؤقتا غزيرة مع تساقط البلد بيامات محدودة إذن الوضع الجوي ملائم هذه الأيام بيظهور هذه السحب المكمية رهبية والحرارة تكون أقل بقليل من المعدلات العربية لشحر أوت البحر السديد بالإطراب تهاج بالشمال رد بنا ومضرب ببقية سواحل رجاءنا تقيد بإشارات وعلامات الحماية المادمة يعطيك الصحة سيع عبد الرزيق جزت حبيت نسلك على أحوال السدود بعد كميات الأمطار الهيلة هي في حقيقة الأمطار نزلت كميات هيلة بالمناطق التي فيها السدود وتعرف نحن كل واحد في مجاله أنه وزارة الإفلاحة والإدارة العامة لسدود هي التي تنجم تعطي المعلومة هي تعطيك المعلومة لكن لدينا مؤشرات الإيجابية هذه الأمطار والحمد إن شاء الله نمح على صحيح ربما لما الظواهر تكون قوية شوية كما الرياح يوم أمس كانت أي يوم أمس السلعسية كانت رياح قوية بإيجابة صحيح جوزت حتى للميات كيلومتر في ساعة للمكمية الأمطار لحط جوزت 50 ميليمتر مع تساقط البرد للميات المحدودة وحتى من الناحية المناخية راهوا العوامة الجوية هذه بإبتداء منتصر في شهر أود نبدأ نتهاية لمسا هذه العوامة الجوية وما يسميها حتى في عارفنا في تقاليدنا نسميها نحن غسل التنوادر نستعد لكي تبقى هذه الأمطار غيثا نافعا وطيبا نافعا على بلاد إن شاء الله عيشك سيا عبد الرزاق الرحال كنت معنا أعطيتنا المعلومات الوافية والكافية على حالة التقس لليوم وزيدة كيف كيف للغدوة أحنا كما تعرفوا بعد التليفون متاع سيا عبد الرزاق ديما نختار ديستيناسيون يختار هنا بلوتو زميلنا محمد شيحا يهزنا لبلازة لكن كما قلت لكم البارح واليوم خبيوهم لجمعة جاية بما أنه كما أكدلنا سيا عبد الرزاق اللي البحر اليوم بيش يكون هائج مضطرب إلى شديد الافتراب كما كان يأكدلنا نسمعوا ديستيناسيون مع بعضنا لكن نخليوها إن شاء الله لجمعة جاية والديستيناسيون بتاع جمعة جاية بيش تكون رفراف نسمعوا تسويت محمد شيحا اليوم بيش نمشيو الولايات البحورات كما مسميها أنا وينشتوت متوفيش اليوم بيش نهزكم المنطقة في ولاية بنزر البلاسة اللي نلقوا فيها البحورات والغابات والجبال مرحبا بيكم في رأس جبل اللي حكينا عليها ليام اللي فيتو نارف لكن اليوم بيش نمشيو المدينة تتبحها المدينة اللي تعرفت بسحر بحرها وجمال طبيعة اللي فيها ما نطولش عليكم احنا اليوم في الرفرف المنطقة اللي تبعت 60 كم اكهو على العاصمة ونلقاوها جيبينجبال للنظور من جهة وعى الساحة للبحري من جهة اخرى سوكينا هما احفيد المورسكيين اللي يجاوا في القرن 17 واول حاجة تشد الزوار كيف يمشيو هي مناظرها طبيعية حتى من قبل ما تخلط خاطر وانتي في الثنية باشتما تعينيك بالاخضار والمناظر اللي حلوة الرفرف اللي بحرها من اجمل معنا في تونس وشط تنظيف وكبير ونلقاوه فيه كل شيء من المطاعم للمقاهي شط مجهز على اعلى مستوى وفما شطوط صخرية وشطوط رملية وفما بتبعاء البرتي الفيرج اللي يحب يصنع قاعده ويهز معه زيده وزيده وينطلق كما تنجم تاخل حوت من عند الصيادين اللي موجودين غادي واللي تلقاهم على شط البحر حوت فرشك ومن بحره من المنتج الى المستهلك المدينة اللي نلقاوه بحرها داير بيه مرتفعات يخليه محمي من ريح وخاصة مشهيري في السيف اللي نجمي فازدلنا انهاير مزيان في البحر الرافراف من اجمل معنا في تونس هي مزيج بين البحر والغابة وجبال وشطها اللي تحلى فيه اللمة وهذا الكل وانتي مقابلك سخرة البلاو اللي هي قمة نارية ومنظرها في وسط البحر ووحده يسحر وهكا كانت رحلتنا لليوم نتقابلوا غدوة ان شاء الله ماتينة الويكاند 28 دقيقة على ايافين ما احلى غاديون تسمعوا في الماتينة الويكاند هذه ساعتنا الثانية وقبل ما نعملوا ترتيحة بالموزيكا عنا ديديكاس سبيسيال برشا برشا يجينا من عند سارة دي الخوها محمد دي وزوجته إنيس بقدوم سليل العائلة الكريمة التحفون يزن دي تانيهم برشا وتقول لهم تقول الساعة يزن رك نورت العائلة ونورت الدنيا الكل وان شاء الله يتربى في عزكم ودليلكم وزيدا يا عمتو سارة ما تنسيش يتربى في عزك انتي ودليلك انتي على كل ان شاء الله يزن مبروك على العائلة وهو اكيد مبروك وان شاء الله يكون مذرية صالحة ترتيحة بالموزيكة هم بعض اللي راجعين في المتينة الويكان يلتحق بنا بسام القبني بش نشوفهم بعد شنو عندو حكاية مخبيهمنا الجمعة هذية 38 دقيقة على ايافام احلى غاديو بعد مخدينا فكرة على احوال التقس التحق بنا سي بسام القبني اللي كل مرة بشي هزنا البلاصة يحكينا على حكاية تابع البلاصة هذيكا اليوم الحقيقة منعرف شمين بشي هزنا شنو بشي يحكي لنا قطوا نكتشفوا مع بعضنا صباح الخير بسام صباحكم ورد صباحكم فرحة ان شاء الله نهاركم رزقوا كله فرحة يا رب وان شاء الله بارشة بخت وان شاء الله بارشة حاجة تفرحكم وتفرح قلوبكم امين يا جي هين اي ويا جماعة اشعلنا اليوم اي ركزوا معايا الناس الكل واليوم يا سيدك حبيت بش نحكي لكم على السفقس هاي اما منيش بش نحكي لكم على مرقة السبارس وإلا مرايقة الشرافي ليه اللي حكاية فيها حوتا الحوتا هذي لازم اكترها نشتر الدار باش تاخوها ايا تواست الحديث تفهموا الحكاية يا سيدي هو لما حالها راني انا الحكاية حبيت نحكيها بسفقسي لكن لقيت روح اليوم ما نجمس او ككلمات كي زلقتهم بالسفقسي لكن حبيت الدخلة تكون سفقسية لكن ما كمش العرق البنزارتي تحرك يا سيدي الحكاية وما فيها في العرس السفقسي فام زوز اليلي ليلى للطفلة وليلى للطفل اهو كديمة طفلة قلل وخف اه ما الطفلة يلزم سبع ييم وسبع ليلي بالنسبة للطفلة فام الحنة والوصف تحني العروسة تحني العروسة ومن بعد يعملوا لها الوصف والعادة هذه عبارة على مجموعة ملأ غاني يوصفوا فيها محاسن وخصال العروسة وفي العادة هذه يرشقوا فلوس للعروسة وعلى كل عشرة دينارات الماشطة اللي تتسمى في سفيقس الصناعة تاخد دينار مثل اللي مشيهني وعطاه للعروسة 100 دينار لازموا يعطي عشرة دينارات للصناعة وفي الوصف يحضروا كان الإناث بركة ما فما حتى راجل يكون موجود الغادي كأخوها وإلا أبوها ما يلزمهمش يحضروا في النهار نسي صافي نسي صافي توا نجيوا يجي هين للنزول اللي تجي فيها عائلة العروسة للصالة وإلا البلاسة اللي بش يعملوا فيها النزول تتصدر العروسة ومن بعد يجيوا دار العروس أبو العروسة وإلا أخوها الكبير وإلا خالها كما نقوله أحنا كبير العيلة اللي متكلف عليها يهبطها من تصديرها هو وأمها وإلا أختها وإلا خالتها هذا إذا أم طفلة تكون موجودة متوفية يلزم المرأة الكبيرة في العائلة هي اللي تكون بجنب العروسة يمشيوا حتى الوسط الصالة ومن بعد يجي يتلقوا ومعها دار العروس وبعدو كيل العروسة يسلم العروسة يعطي يعني العروسة للعريس ويدخلوا مبعادهم وفي آخر السهرية تنزول تصير الجلوة تبدأ العروسة لبسة لونها أصفر وفيها بارش أذهب والجلوة في السفيقس عندها أغاني خاصة بها وخاصة إن كي تبدأ العروسة داخل اللي يسموه هما المجلة اللي بلاسة اللي بشتجلة فيها العروسة تخرج ورأسها ووجها مغطين بلحفة صفرة يلزم تكون أعلى لون اللبسة اللبسة متاحة أي وديرين بها سباية اللي بناتي اللي مزالوا مع عروسوس هايزين الشماء توصل العروسة للمجلة ولهنين جيوا للعادة اللي معروفين بها اسفيقسية وهي عبارة على الصناعة الدور العروسة من اللي مين للي سارو إذا غلطت ويلها كان غلطت الصناعة ودورتها من اللي سارو راهو في الخيب يلزم من اللي مين للي سارو والنهار يشوم وكل لديك تشوم والزيد من فوق الصناعة ما تخلصش آها معناها يلزم تركيز مش هكيك الجلوة متاع العروسة مش حاجة ساهلة مش عادة ساهلة خطر فيه برشة عادات يعني وكيما نقوله احنا ناس في الخير وتسباخت بها الحكاية هذيك ايو يحبوا يحافظوا على عاداتهم وتقاليدهم واي حاجة فيها في الخير ولا يحسها العبد في الخير ماذا به يكبش فيها كيما نقوله هذيك هواجهين تويك بش نسالك الحوتة معروفة عليها وقتيش تتعمل يعني فننهار في بالي نهار العرس كيفش يقوله معنى هاي ما هكا سفيقسية انا والاي اختي عرست وعملت الحوتة هذيك اما نسيت لديتايل انا الحوتة نعرفها اللي هي تتعمل في السابع اما في سفيقس لا لا في سفيقس لا خطر انا اختي عرست قتلك وعملتها في السالة اما نسيت لديتايل اما في سفيقس كيما قلنا يجي هين نهار العرس عندهم التنجيز على الحوتة وهذي اهي اهي تنجز على الحوتة عندهم حتى غنية معني لها نجيين انا جايين مطفوقش unleash الكلام جايين بشوية كيما قلنا عندهم التنجيز على الحوتة وهذي عادة معاروفة كان عند سفيقس هي العروس تنجز سبعة مرات والعروس 3 مرات ومرة مع بعضهم العروسة عفوا لازمها تنجز عدد فردي والعروس لازمو زادة كيف كيف عدد فردي ومع بعضهم عدد فردي ولازم المجموع يكون عدد فردي بيه سبعة معا ثلاثة معا واحد حدايش دونك عدد فردي والتنجز مش هكيكو برا كما نقولو احنا بالشايح لازمها تكون العروسة تشتح وتدور على انغام الاغنية الشهيرة اللي قلت عليها انتي يا جيهين نجز عالحوت عالحنة حرقوس التوت الحرقوس التوت هو يعني يوصفو فيها اللون الاسود معنى مش تنجز وكهاولي يزيما كما نقولو تنجز برنة بشتيح بال كما نقولو احنا قدم بقدم تنجز كيو تتجلى كيو تشتح وكذي بفيينة بفخامة هو ديجا كي تبدأ لبسك اللبسة هذي كويحة هي نرمالو انها بش تنجز بفيينة وبرخامة حتى تبدأ تتحرك بسفيف والحوتة يا جيهين يتلموا عليها العائلات الزوز في دار العريس وإلا دار بول عروسة نهار سباح ويفطروها كسكسي بالمناني نودكم ولا نشاهدكم هذي جيهين عادات العروسات في السفاقس اليوم مشينا للسفاقس حابينا انو ناخذوا فكرة على العادات اللي موجودة الغديب ومحليها العادة متاع والعادات اللي عندهم برشة عادات خاصة بالعروسة خاطر المثال بك نحكيو على العريس العريس كما نشوفو في جهات الكل كيكتب اصدق لازموا يعمل الاشهار متاعه في الجامعة وإلا وحتى كيبش يعمل الحنة ولا حاجة يعني تشبه برشة للعادات متاع كامل الجمهورية لكن الاختلاف يكون في عادات العروسة هو كما قلت التقاليد متاع العروسات تختلف من جهة الجهة اكثرية عند العروسة عند العروسة كيفاش طريقة لبستها طريقة الجل وانتيحة مثلا كيما في سفيقس قلنا الحوتة نجز على الحوتة نهار العرس في تونس التقاليد تقول اللي في السابع يعملو الحوتة ونورمال ما العروسة بركة تنجز عليها ما ينجز عليها الراجل لكن في سفيقس ينجز عليها العريز زيادة اما حلوة حلوة معنا المحافظة على التقاليد هذية اللي ما تكلفش برشة وزيدة محلية هكا تدخل هي بالحق يعني حاجة ديما بالحاجة اللي به هي انو في العادات والتقاليد هذو ما اللي فما بصمة خاصة بكل جيهة وإلا خاصة بكل عائلة وكذا يعني فما حاجات يعني كما قلو احنا خاصة بكل منطقة هذيك بركة ديجاء الوصف ما فاميش بلايس أخرى نتصور انو يدولي عندهم الوصف انو مثال بشي يعملوا ليلا انها يصفوا بيها في بالي في الساحل يعملوا زيدة الجلوة في بالي حكا لك الجلوة ولكن لا فيهش الوصف يعني بالأغاني في الأغاني في يصفوا بها العروسة واللي يشكروها ويمجدوها ويقولوا فيها اللي فيها واللي ما فيهاش ان شاء الله يقولوا اللي ما فيهاش صرتوها ديك لا معناه في الغنية في الغنية يبدوا يوصفوا في العروسة ويقولوا حاجات فيها وزيدة يقولوا حاجات ما فيهاش مثلا ما نعرشي نعروسة ما نتعرش سبحان الله ما نتعرفش الطيب مثلا يبدوا يقولوا صنف وندرشناه وسكينوا بعد العريس فيها يقول لك يتعلموا مع بعضهم ما فيهاش حتى مشكلة الحكاية حاسيل ويعطيك الصحة على العادات والتقاليد اللي حكيتهمنا اليوم على النزول والوصف في سفيقس احنا وصلنا معاكم لثمانية وتسعة وثلاثين دقيقة ترتيحة بالموزيكا وراجعيننا ثمانية وتسعة واربعين دقيقة على ايا فام احلى غاديون انتم تسمعوا فيلم تينالويكا وصلنا معاكم الاخر ساعتنا الثانية وهوني حابيت نحكي على نجاح حفلة الفنانة ألفا برمضان اللي سار في افتتاح فعاليات الدورة 47 من مهرجين سليانا الحفل كان نهار لربعة 14 اوط وين احيات الفنانة ألفا برمضان سهرت الافتتاح بالمركب الثقافي بمعتمدية سليانا الجنوبية ألفا برمضان قدمت مجموعة من الأغاني الخاصة بيها وزيدها غنات لغو بخيز اللي معروفة بيهم ألفا برمضان واللي يمكن حابينيهم بصوتها هي واستنسنا بيهم أكثر بصوتها هي في انتظار في انتظار أننا نشوفوها على ركح مسرح كرتاج ألفا برمضان فنانة راقية محترمة وصوتها الحقيقة يستحق بشهادة كبار الفنانين على كل مهرجان سليانا يستمر حتى لنهار 29 أوت ومزيل في البرنامج غدوة 19 أوت تزياد غرسة مسرحية ليلة الشك أروى بن سماعيل نهار 23 أوت وحذرة سيدي بوعلي نهار 28 أوت والاختتام بيش يكون مع الفنان راقوف ماهر نهار 29 أوت أنا نخليكم مع الموزيكا توا ونرجعوا نتقابلوا إن شاء الله بعد الأخبار والمتيو إن شاء الله نتقابلوا في الساعة الثالثة من المتينالويكيند التسعة وحدش نتقيقة على إيافاهم أحلى غاديو وصلنا معكم في المتينالويكيند لساعتنا الثالثة والاخرات لتسويع تعديوا منهم ساعتين هاكا فيسا فيسا وين ساعة الأولى استعرضنا المسيرة الفنية امتع الفنانة ميجد الرومي فراشة لبنين وفي الساعة الثانية تعرفنا على أحوال الطقس وشفنا برشة أخبار فنية والمتيو والكل وطوى التسعة وحدش نتقيقة معاكم نهار لحد ثمونتاش أوه تلفين واربع وعشرين إن شاء الله تكونوا متونسين معنا بالغنيات اللي قاعدين تسمعوا فيهم الغنيات الكل حقيقة من اختيار المخرج أمير الأمراء أمير اللي نحييه برشا نقولوا ميرسي على وسع البيل يا أمير ومعنا طوى بتلفون الحقيقة فنينة تعز علي برشا فنينة صاحبت ذوق عالي وصاحبت فن راقي الفنينة عايدا ياتي اللي ترجعنا كل عام بمشروع موسيقي جديد بعد عرض إيفانتاي ومن بعد عرض ودعه اسني ترجعنا بمشروع موسيقي جديد بش نتعرف عليهم مع بعضنا ونشوفوا تفاصيل العرض اللي بش تقدموا إن شاء الله في الحمامات نهار 21 وتلفين واربع عشرين مادام عايدا سباح الخير را مرحبا بيك على إيفام نورتنا برشا مصابك كنت حاضرة بحذيننا اليوم أما ميسيلش هك حاضرة معنا بالتدي كنا في الكتار أحنا معنتها البرح وروحنا في ساعة متأخرة جدا وطرحنا برشا أنه السنين التونسي يدخل عمق البلاد في أي اتجاه معنتها يطرح برشا 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 خاطر هذك المطلوب إننا نكونوا موجودين في كل بقعة من بلدنا المزينة أي وكيف كان الحفل البارح قولي صراحة كان ممتازة على جميع الأفعادة التفاعل متع الجمهور ومزين برشا إنك تغني أعانيك الخاصة وتغاطر بين الظفرين هي مخاطرة لأنك يجبك تقول نغني ونقديم بروحوها لكن أيضا إنتاجك جديد مهم أنا كل مرة نغني ومعنتها البرح كنا في الكتار وتدارح والاقباء نهاري لتالي كنا في المعارضة بحيث تضامن اللي هو فيه طاقة استعابة بتاع الجمهور ممتازة وتبركلنا مداري في مخطر معنتها تغفل بالجمهور وإنك كيف تغني أنت ذاك الخاص حذا تفرح كتلقى خاصة تفاعل من الجمهور طبعا تفاعل من الجمهور مو هذا الجمهور مو جايك أنا كلهم علش كانت تجربة مهمة لي بعض المهرجانات إنك هترقوا انتحان بين الظفرين لأنه ثم مهرجانيت يجي بش مشكلة واحد قصتك تذكر لك أنت عايدا نياتي ويجايك بالذنة كما هذا مهرجان يجي كل يلا يشوف شنو أقترحها ليه المهرجان وتعرف التونسي إذا كما ترشبوش حاجة شنو أرجوه الحمد لله أنك تقدر أنك تشد جمهور معنتها في حيات تغامن اليوم جمهور مختلف على الجميع الأسعادة جمهور حامي بالمعنى الإيجابي جمهور عريض جمهور السناء متاعه كبير يعني مختلف مهوش عنده كولوار متاع السميع بركة بالعكس فأنا كنت فرحانة اللي على امتدات ساعتين الربع كنا موجودين على الركح وكنت بالحق من أحلى صارت السابق يسنين وقرم دا أيضا كنت في الفتاحة قرم دا كنت في الأريانة فرحانة الحق أني دخلت تونس كل في أحياء الشعبية في جنوبها في شمالها ذلك اللي طرحني أنا في كل بلاسة من تونس إن شاء الله ديما فرحة يا عيدا أحنا قلنا اللي أنت الحفلية متاعك ما تكونش معنا مجرد حفلة تغني فيها الأغاني القديمة وتستعرض فيهم الإنتاجات الخاصة متاعك وإنما يكون في إتار مشروع موسيقي كامل ومتكامل مع المايسترو زياد الزواري هكا ولا لي هو المدة الأخرة أنا خدمت مع الفنان زياد الزهري وهو أخ وصديق الفنان عالمي مع أنتك برك الله وخدمنا برشا مشاريع مع بعضنا منهم ودعة منهم ودعة الحمد لله أنا نفرح طوى اللي سعى ما فنيش أنا ويعفوا المشروع معتك إيران أنتي صار ودعة أنا قلت مع المطلوب أنه المهم ما شبانا يتعرف فأيضا المشروع يتعرف أحنا ديما أثنين فلتين أما أنه مشروع أنا كنت في نصوصة وكان فيما تظاهرات وكنت حاضرة كي يسألوني يحتي معايا يقولوا لي أنت فنان قلهم أي شعال قلهم ودعة آه أنت ودعة خاتم نعمل ما هو اسم الفنان هو اللي اللي يقعد في البال لكن اسم المشروع الموسيقي هذا مهم هو ذوزي إذا لم يكونوا معروفين لكن أيضا أنه المشروع يتشد في الوظن ووضعه كان موجوتي أكبر المسارح في تونس وهذا الشي يفرحني كانت مثلا في البلدي في سفاقس تونس وكانت يجرب ذاكي الحمامات كان ظالة والحانين إلى مثلا الحمامات كان أيضا قبله فما إيفانتاي إيفانتاي خير عام 2019 عام 2019 سميخ بذمرت أيضا به عرض كيف مختلف يقول بذمرت كان اللون الأخضر منتي تعرف طول شنو فيها خبارها اللي بسنجقها خبارها اللي بأشجارها خبارها اللي بصفاء قلوبها ديما نخدم على خيط اللي بشي تقدم نالا نحكي وعلي شوية العرض الجديد اللي بشيكون فيه الحمامات نهار 21 أوت 2024 نهار 21 أوت هو عرض برشة أنا سألوني معاك مثلا زياد معاك سكون أعتينا تفاصيل هاي تفاصيل هو أحنا تعاطي زياد ديما موجود وأصحاب الموجودين برشة نخدم معا معاك لكن المرة هي غير بالذات فما كيف نقولوها خروج من منطقة لأن مرتاحة فيها خاطر كي يبدأ يمكن نوجوده هو معاك تبدأ أنت كما نقولو اشتر ستخيص نقص عليك ببببب المرة هذي كان تمام اختلف على مستوى اختيار العسين على مستوى تركيبة الفرق عديدة ما هوش أوركيستر المرة هذي كبير ما هوش يعني كان عاسين مختارين بالدقة كل واشد عندي تصور كان كي اخترت العسين مثلا كي نقول شي دي دمق نقول بيانون نقول جو جاز نقول جو الموسيقى العالمية تقول محمد بن فالح على التناي نقول الجو العربي التونسي في القصبة ولا في التناي ولا في تقول جدور محمد عم القادر حسق أكل باليت ذريط أكل كبير جنود يعني خدمة المرة هذية على قراءة لحمية موسيقية لكل الآلة لكن كي يقول الآلة برش أنمط باليت جديدة حتى اللي بش يتفرج فينا قلت لهم اللي بش يحب بش يلقى بش يلقى في الجو خطأ أنا دي ما يقول حفظ جرمدة بعد كمان في الافتتاح موسيقية بش يلقى عادي الملتزمة قص مرح التزان هو التزان بمشروع التزان بفكرة أما أكيد بش تكون برش جو في الحفلة أنا السيخسين أنا السيخسين نشف حتى في الحياة اللي تفرج فيها ويعرفوني من يش يقول غريبة كيف ينجي في الحياة كل ودوء وحك الحشرة وكل سيخسين تتحول ما عندي حدود نشف عندي جوية نحاس سيخسين غريبة ما رميش بالحق العرض هذية فيها الطبلة فيها القصبة فيها الجاز أما فيها التونسي الأنماط الموسيقية الكل أما أنا شنو هذا سنتهي عن الغنية التونسية أكيد الكلمة التونسية الكلمة تونسية مع أنت بالحق المرة هذية تقول لهم رأو التونسي رأو كمحاني وحار ومزيين في زيدة تنجي بتخدم سلو تونسي وجه كل شيء تونسي يعني كل شيء رأي أنا كمسفر البر ونغني كمسفر كبرة تستوح بعدد كبير حتى فضقني حتى في الهند أنا غني التونسي بتشمير غني التونسي أنا كيف في الهند وفي البلدان هذو ما اللي بعيد علينا ثقافية ولا سفرانسة اللي هي قريبة أما لكن ما عظم نعم يشيخوا على موسيقتنا وعلى نشوفي مسؤولين في الحكومة الهندية ويشتحوا عمين جو على الموسيقة التونسي أنا خليت عهد على روحي عندي سنوية ومني كنت تغني الترب وتعرفت في بداياتي أني عايبة لتغني بالغود والأدوار والمشحات أحلو كومني وثقفني وعلمني ذاك من الجموش من جدا نحي وهذاك جزء من تكسيم لقامة بدون بيزادة حاجة مزيان هذا اللي نوع بقيه الجمهور نهار 21 في الحمام بش بالحق بش يكون سيخ في ودنه سيخ في مخو وسيخ في الفرجة أيضا لأنه فما خدمة على الإضاءة فما خدمة على التوديد المسرحي وفما خدمة على يأينا كعيد في حركة تينغرافية رتحية كله بش يكون موجود أكيد حتى الجمهور بش يكون موجود على خطر ستنس بيك في مسرح الحمامات يعني مش جديدة عليها الجمهور وجودك في مسرح الحمامات هكا ولله هو بصراحة فيه الحمامات همدي مع علاقة خاصة الحمامات أول مرة تلعت قدمت وضعي الحمامات أول مرة تلعت قدمت وضعا وكانت زدى حفلة ناشحة برشة الحمد لله كان الحق في وضعها ما تصورتش إن تكون مدالج مغتصة هكاكة بالجمهور الحمد لله هزي يقول كحونا خطائنا نخدم عندي سنوات وبرشة زي مليئ كيفي كما كريمت ليبي فرحة اللي لقيت تخيل يغف بالجمهور ريت أحنا كنخدم ونطعب وصيح ونعيائي وكيف كيف زي جزي مدين أفريكا مطر مدالج الحمد لله معبية احنا نخدمه أنا أول مرة مليش يز هامل ندير وشفر عادة نقول يا ربي زي ما يجيز منهور يا ربي ما يجيز لكن أنا نقول خدمت وعملت مجهود إن شاء الله تقول ربي المرة هي من المركز على الخدمة على البرايض على طريقة العمل أكثر وبشوية بشوية وأكيد الجمهور بش يكون إن شاء الله في الموعد على خاطر بقدرة ربي على خاطر فنك وعلى خاطر ذوقك العالي في اختيار الأغاني وكي ما قلت التزامك في التحذير وأنك ما تستسهلش يعني الحفلة هيا هاني بش نطلع كي ما كنت تحكي لنا كيفيش اخترت الموسيقيين بدقة والآلات الموسيقية بدقة دونك إن شاء الله الجمهور بش يكون حاضر كي ما كل مرة معناه ما يش حاجة جديدة عليك الجمهور يكون حاضر ومتفاعل معاك إن شاء الله بالتوفيق ليك عايدا ياتي بش تكون في مسرح الحمامات نهار لـ 24 نقوة لـ 24 نقوة تفضل لي الجمهور الكل الناس الكل تحق عايدا ياتي مفيد ما ذكرتش الفنان الممتاز اللي هو وحش على الركح أيضا سابو بشر الورد الشوالي بششوفوه إن شاء الله معنا زادة بكامانجا إنه الجمهور اللي بش يجي اليوم مش بش يقلق مش بش يخسب حتى لحظة بتاع فراغ لأنه إن شاء الله بقد تربي الركح بش يكون ليهم ولينا مع بعضنا بش نشاركوا في حفلة مزينة برشة إن شاء الله إن شاء الله مدام عايدا للي حب الفن الراقي والذوق العالي حفلة عايدا نياتي بش تكون نهار لـ 24 وـ 24 في الحمامات بالتوفيق لي كحنا نعمل ترتيحة بالموزيكا وراجعين في المتينة الويكند التسعة وثلاثين دقيقة على إيافاهم أحلى غاديو أنتم تسمعوا في المتينة الويكند في الساعة الأخرة ولا في النص الساعة الأخرانية اللي قعد من المتينة الويكند كنا معاكم السبعة متاع صباح ويرجع بحذينا بسام بسام اللي باقي بش قد يحكينا على العادات والتقاليد ديما المرة هذية من العادات والتقاليد متاع سفيقس بش هزنا لبلاثة أخرى يحكينا على عادات وتقاليد متاحة هاي بسام شعر يجيهين طويقة بش نهزكم العائد عائدات العادات العادات وتقاليد العائلة المالكة اليوم بش نحكي لكم على عاداتهم في الماكلة تعرفي جيهين عندهم تفاصيل بغيمون غريبة وعجيبة هاي سيدي مثال فما أفراد من العائلة يحبوا الماكلة السريعة والعادية ركزوا لي على العادية كما البرغل والشربة يعني النوعين ذوما لازم يكونوا موجودين معا الأصناف الفاخرة يعني كما الحوت وإلا الحم سيرتوهما الغاديكا يأكلوا برشا حوت والحم الحم الأحمر اللي نحكي وعليه ولازم يجيهين يشدوا أدوات المائدة كما المغرفة والسكينة باليد ليمي والفرقيتة باليد ليساء والقاعدة هذية ترجع للزمن اللي كان فيه الرجال يهزوا ثيوفهم وخناجيرهم بيدهم ليمي وفما حاجات ممنوعة في الماكلة متاحهم كما الثوم خاطر الملكة متحبوش الثوم ممنوع منعا بيتا في الماكلة متاحهم يستعملوه خاطر زيادك وميم يقلق لها المعدن متاحة طويقا نجيو للبروتوكول متاحهم اللي لازم يكون في طاولة العشاء ولازم يلبسوا أحسن لبسة عندهم والعشاء يتحط ثمانية ونص يعني ثمانية ونص يبدوا يتعشاء 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 وكي تكمل الملكة عشاها لازم الناس الكل يقفوا وما عادش يأكل حتى حد يعني هي كان وقفت على الميك لو أنت ميتها بالشار تقعد بشرك خطر المادام الملكة كملت وشبعت وكي تبدأ فما عزومات كما يقولوا احنا دي زن فيتير وحاجت تبدأ الملكة حديثها مع الشخص اللي علي مينها اي من بعد كي تبدأ هي تاكل في الوجبة الرئيسية يعني كم لطن تري وكذي ووقتها تبدأ تحكي المعاء اللي علي سارها يعني بعد ما تكمل لك معني حتى كن لاخر حاجت بموضوع بشي يحكي معاه في موضوع تقولوا استنى ما زلت ناكل في السلاطة مثلا حتى نكمل السلاطة اه ما تجيوب ما تجيوب يجب يعني يفهم روحوا يقدر غادي وما يتكلم اصلا خلاص الكتاب دا الملكة تحكي حتى حد يتكلم الناس كل قاعدة تاكل والناس الكل يعني تستنى حتى كنكمل الناس يعني مثل الملكة مزيلت في عقلها يقعد يستنى اي بتبيع الملكة راه وكل ملكة تحط ساكها على طاولة يعني اللي هي مستعدة للخروج وعلى الناس الكل لازم يكملوا لعشين تاحهم في خمسة دقائق ولي يفوت خمسة دقائق ما نحكي لكم شعر نجم تصير برشا حاجات وهم هم زاد المزيد المزيد المستدعين الغدي كان الملكة حطت ساكها فوق الطاولة روس في خمسة دقائق يجب يجب تكمل مي مي لتكم عندكم في ديكم خمسة دقائق اي تكمل عشيكم وكذي وفهم حاجة اخرى كي يشرب وتي لازم يشدوا الكيس بالسبابة والابهام والكيس يجب يكون في الوسط يعني شدة الكيس يجب تكون في الوسط هذو ما يجي هين شوية عادات من العائدات عادات وتقاليد العائلة المالكة في الماكلة متاحهم وفهم حاجة اخرى اللي زاد يراه ماذكر تهيش يجب يكون في احسن يعني يعني يتعشي عادي جدا تنجي مثل الفطور والسباح تبدأ لبستك عادية وعادي جدا احبي حوي جدا اما العشي حاجة مقدسة عندهم يجب تكون حتى الحتى وتكون كيم زين وقدر روحك ويقعد في الطاولة وكيما قلنا ثمانية ونص يبدأ العشي يمكن على خاطر العشي هو فرصة تتلام فيه العائلة الكل على خاطر في الفطور يمكن كل واحد عنده مشاعر ما يبدأ ما هو شهني نجم يكون ما تتلامش العائلة الكل لكن وقت العشي الناس الكل يزم تكون اتاب وتكون باحسن حلة واحسن لبسة عندها اي هاي كما قلت في العائلة المالكة العشي يزم يكون كل الممي اي يعني بالامراء بالكبير بالصغير يزم يكون موجودين في على الطاولة وبركزومبل جهين كين فمش كون جايع بعض العشي وكذي ما عندهم مش مثال كيف نحن نمش اللوج ونعرش على كعبة مات ولا طرف كسكس الظل من العشي لي عندهم زادة طبق يعني طبق اخر وعندهم يعني حاجات رئيسية يمشي ويتعش يكلوها من ما يكلوش الماكلة من بره كما البيتزا والساندويتش وكذي وكان يعني الصغار الأمراء وكذي يخذو حاجات من بره يلزمهم يكلوها يالبرا يما يدخلوش بها للقصار الملكي خاطر حاجة مقدسة عندهم انهم الماء الطبخين هما اللي طيب الماكلة تكون من غادي به يعني كالصحة بسام هذه كانت عادات وتقاليد العيل الملكة على الطاولة معنى كيف يتصرفوا على الطاولة احنا وصلنا معاكم للتسعة وستة وثلاثين دقيقة على اي افام احلى غاديو انتم تسمعوا في الماتينة الويكاند ترتحها صغيرة بالموزيكا وراجعين كل سبت وحد ماتينة الويكاند من سبعة للعشر انتع صباح على اي افام احلى غاديو التسعة واربعين دقيقة على اي افام احلى غاديو مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا انتم ما تسمعوا في الماتينة الويكاند في الدقائق الاخيرة للماتينة الويكاند كنا معاكم من السبعة متاع الصباح ووصلنا حتى للعشرة غير اربعة تسعة وحدة واربعين دقيقة وجاء الوقت اللي بش نحكيه على المهرجين اللي يعتبر من اقدم التظاهرات الهوات في فاك فيق ليبيا اللي ينتظم من سبعتاش حتى الاربع عشرين نقود تحت شعار انقذ غزاء المهرجين في دورته سبعة وثلاثين ويتزامن تتزامن فعاليته معا على مرور ستين سنة من تأسيس المهرجين عام الف وتسعملية واربعة وستين معانا بالتليفون سيعلاء الدين همامي عضو في الهيئة المديرة ومكلف بالبرمجة سباح الخير سيعلاء مرحبا بيك ومرحبا بيك عايشك مرحبا بيك انتي على ايا فايم نورتنا عايشك 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 نورينا عايشك نحكي ودونك على المهرجين الدولي لفيلم الهوات في قليبيا في دورته سبعة وثلاثين اللي اللي انتظم نهار بدين نهار سبعتاش قوت الى غاية أربع عشرين قوت شنوى فما في البرمجة شنوى عنا السنة في البرمجة كما قلت انتي ونزيد من دق المهرجين هو في الملوية التقليلية اللي تأس سنة 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 وأول تظاهر أول مهرجين سنمائي في تونس وزدار في العالم العربي في إفريقيا دونك هي تظاهرة عريقة عندها صبغتها الخاصة وهذه سينما ملتزمة بقضايا أوسع الجمهير سنة احتفلوا سينية المهرجين وجدت على وقع وضع خاص تهيش للقضية الفلسطينية المهرجين البارح في نهار سبعة تشغوط في مسرح دار شعب أقليدية وتم أيضا عرض مجموعة من الأشرطة المهرجين المهرجين اللي تم مؤخرا في غزة وهو مهرجين الدولي السينماعي لنظمه الدكتور عزين شلح وشفنا معناها الوضعية أنه المهرجين تقام في دير البلح في وسط الحرب يعني في وسط الإبادة الرغم من هذا الكل لكن المهرجين تم تنظيمه في ظروف تكتفنائية دونك بالنسبة هذا للبارح سنة عرضه دونك عنا المسابق المسابقات الوطنية المسابقات الوطنية التي شارك فيها 27 فيلم من أفلام مديرس أفلام مستقلة وأفلام من الأنسية الجامعة التونسية بالسينماعي الموات وأيضا عنا المسابقات الدولية التي تنطلق اليوم التي فيها 36 فيلم من 29 دولة وتونس تتمثل معناها من ترشيح من قبل هيئة لجنة الانتقاء خمسة أفلام تونسية للمسابقات الدولية خمسة أفلام تونسية بشيكونوا مشاركين في المسابقات الدولية أي ثلاثة أفلام مديرس وزوز أفلام من إنتاج الجامعة أيضا عن المسابقة متابقة السيناريو والصورة الفوتوغرافية هذك كنت بش ناسل لكيسكو المسابقات مقتصرة فقط على الأفلام وإلا فما مسابقات أخرى فما مسابقات أخرى المسابقة الأخرى هي مهان صورة الفوتوغرافية والسيناريو اللي شارك أطنعشن سيناريو وخمسة وعشرين صورة مهرجين بخصوص النوادي موجودة في الجامعة تونسية السيناريو مهان دونك معرض الصورة الفوتوغرافية للنوادي اللي تحصل فيها أفضل نادي على على جهزة دونك هذة بنسبة المسابقات فما عروض موازية أخرى بخلاف المسابقات مش تكون موجودة عروض موازية تم تم عروض ينقل سهر الخاصة اللي بنسبة تم فيلم تكريم هو المخرج تونسي نوري بوزيد وعرض فيلم قصير تم خراجه من قبل ومعناها في 2009 أه دونك فيلم دين يتم عرضه غدا المسابقة الوطنية والمسابقة الدولية دونك آه فما زد فيلم إيراني مش يسم عارضه آه ليلى آه اللي هو يتحدث على 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 فنين إيراني يقوم بجمع الأشرة من عيار 35 في وقت الثورة الإيرانية وقت معناها الدولة تحرق في تسكي تاتري مع سينماتي درافيك دونك هو يقعد يلمف لل الأشرة الكل دونك ويترق الموضوع معناها في إيران ويتوسع بعديك حتى الحاجات والحالات تصارت في دول الأخرى اللي خيرت إنها معناها يتحرق أرشيف أفلامها آه دونك زد يكون على هذا فما رنكونتر آه دونك الأنسانية تصير نبيني للعروض تصير في دار شعب آه وال اللقاءات تصير في مدرسة بحري آه كل يوم أتبثير من من اليوم آه إلى وصولا إلى يوم السلسة دونك آه يكون اللقاء بخصوص الأرشيف أهمية الأرشيف يعني ليس ليش في رنبركا لكن في كونس اللي يعني آه طرقنا له عديد المرات واللي معناها نقعده ونتحقله إذكر الأرشيف بتاع سينما التونسية منظم بالتاريخة آه صحيحة اللي يلزمها تكون ولا لا ولا لي آه بخصوص بعد ما أذكرت معناها الساد بيك شركة الانتاج فينا سينما آه شركة عمومية دونك آه ثم أرشيف معناها معناها معزع برسول ثم أرشيف مفتوض حتى من حتى من انتاج الجامعة آه انتاجات الجامعة في السبعينات دلومة من عيار خمسة ثلاثين عيار ثمانية مليمتر اليوم منعفوش مصيرها وين موجودة وين موجودة مش كين على معناها انتاجات جامعة التونسية ثمانية فقط لكنها على سينما التونسية عموما دونك في المهم نكملوها بلقاء آه في خصوص الموضوع هك وهل بيش يكونوا ورشات موجودين معناها ورشات تكوينية في المجال السينما كما العادة كما عادة الفيفاء كما عادة الفيفاء الدورات التكوينية هي جزء من المهرجين الدورات التكوينية تكون الأبناء الجامعة التونسية من الموات وأبناء قليبيا وأصدقاء المهرجين دونك فما ورشات بعنوان مشروع من الفكرة إلى الإخراج تحت إسراف عبد الله الشامخ وبدعة الملكي دونك 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 في الفيلم أطفال فماشي أفليم متع أطفال بشتتعرض في المهرجين كما قلت لك هي دورة خاصة برابور الوضعية مش كما العادة أي أم القرية التلسطينية دونك أغلب الأفلام بشت المعرض اللي هي في المفادقة الدولية والوطنية دونك مش موجود معنا ما خصفتني جزء أثني في الوضع لعروض الأطفال لأفلام الأطفال يعطيك الصحة سعالي دين الهمامي دونك المهرجين الدولي لفيلم الهويت في فاك في قليبيا من 17 إلى 24 أوت نحن نرجع ونحكي معك في اختتام الدورة إن شاء الله نهار 24 أوت بعد ما يتعدى كل شي إن شاء الله لباس ويتوفى جميع المسابقات وبالتوفيق لجميع الأفلام وخاصة الأفلام التونسية ترتحى بالموزيكا وراجعين في الماتينة الويكيند التسعة واربعة وخمسين دقيقة على إيافين أحلى غاديون تما تسمعوا في الماتينة الويكيند اللي يوصل الدقاء قوء الأخيرة كنا معاكم من سبعة ومتاع السباح وين استعرضنا في ساعتنا لولى المسيرة الفنية لفراشة لبنان الفنانة ماجد الرومي ومبعد تتالة الأحداث واخذينا برشة تليفونات شفنا أحوال التقس مع سي عبد الرزيق الرحال اللي نبهكم يقولكم رأوا اليوم لبحر شديد الاضطراب ودرجات الحرارة باش تكون منخفضة مقارنة بالبارح دونك رجاء ان التزموا وتقيدوا بتوصيات الحماية المدنية باش هكيكا نكملوا نعدي والنهار ولا يامات الجاية والصفية الكل نكملوا نعديوهم من غير فقد من غير وجيعة من غير ألم إن شاء الله يا ربي تكون سيفية تعديوها وانتوما فرحانين وترجعوا تستقبلوا العودة المدرسية بكل فرحة وبكل حب احنا وصلنا معاكم للتسعة وخمسة وخمسين دقيقة نحب نقول مرسي لأمير في الأخراج سوفيان في الديجيتال وملك في الأعداد كنتم معاكم اينا جيهين بالحاج عمار في المتينال ويكيند إن شاء الله نتقابلوا الويكيند الجاي كالعادة في المتينال من السبعة للعشرة متع الصباح تشاو تشاو باي باي